اشتركوا في القناة في مياه الامطار حيث تم استلام عشر عطاءة لهذه المناقصة وعقد المجلس اجتماعه الاسبوعي حيث تمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بمختلف المناقصات الحكومية وتم ايضا فتح مناقصتين لوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شؤون الاشغال الاولى بشأن صياب صباغة الخطوط الارضية وتشمل الطلاء البارد وتركيب القطع الارضية العاكسة والقطع الخزفية وتم استلام سبعة عطاءة لهذه المناقصة وكانت المناقصة الثانية بشأن توريد الكلور السائل الى مركز توبلي لمعالجة الصرف الصحي وبلغ عدد العطاءات المستلمة عطاءا واحدا بلغ المتوسط اليومي لقيمة الاسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في بورصة البحرين لهذا الاسبوع خمسمائة الف وثلاثمائة وثمانية وخمسين دينار بحريني في حين كان المتوسط اليومي لكمية الاسهم المتداولة مليونين وتسعمائة وأربعة عشر الفا وستمائة واثنين وستين سهم أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الاسبوع فبلغ ثمانية وخمسين صفقة التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الاسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الاسبوع أربعة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وسبعين ألفا وثلاثمائة وأحد عشر سهما بقيمة اجمالية قدرها مليونان وخمسمائة وألف وسبعمائة وثمانية وثمانون دينار بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال مائتين وتسع وثمانين صفقة تداول المستثمرون خلال هذا الاسبوع أسهم ثلاث وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في حين انخفضت أسعار أسهم سبع أخرى واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الاسبوع قطاع الاستثمار أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات وعلى مستوى الشركات جاءت مجموعة جي اف اتش المالية في المركز الأول من حيث القيمة وجاءت في المركز الثاني شركة ألمنيوم البحرين ألبا اختتم أسبوع المنامة لريادة الأعمال أعماله بنجاح كبير حيث تمكن على مدار أسبوع من إثراء خمسة ألاف مشارك بالكثير من المعلومات التي من شأنها أن ترتقي برواد الأعمال الشباب وتضعهم على خارطة الطريق في عالم التجارة التفاصيل في سياق تقرير الزميلة خول القرينيس حدث سنوي يجمع نخبة من رواد الأعمال من الذين كانت لهم بصمة واضحة في قطاع المال والأعمال ليقدموا خلاصة خبرتهم للشباب المشاركين في مختلف الورش التدريبية والمحاضرات والندوات التعريفية أسبوع المنامة لريادة الأعمال هذا قطاع كبير وموجه بالذات للشباب من الجنسين للاستفادة من الدعم المتوفر، البرامج المتوفرة والجهات التي تقدم الاحتضان ولا زال هناك الكثير من التحدي أمام الشباب وريادة الأعمال ولكن بتضافر الجهود وبالعطاء المستمر النتائج مثمرة الأسبوع ذي تنظيم جداً راقي وجداً كذلك بمستوى مبجامد في نوع من المرونة سواء في اختيار الأماكن والاختيار المشاركين اختيار المتحدثين في كافة الندوات والفعاليات التي في هذه الأسبوع وفخوراً أن أكون جزء فيه للمرة الأولى في هذه السنة والحقيقة أنه شيء جميل جداً أن نرى المشاركين من الرجال والنساء هذا الملتقى السنوي أصبح منصة لانطلاقة الكثير من المشاريع وتوقيع اتفاقيات تجارية ومذكرات تفاهم من شأنها أن تساهم في تطوير قطاع الأعمال في البحرين مشاريع يديدة تدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال والنقطة المهمة جداً من فعالية اليوم أنه سيكون فيه توقيع اتفاقية تفاهم بين مؤسسة إنجريد فاندرفيلت وهي Empowering a Blind Women by 2020 ومؤسسة بي او بحرين Entrepreneurship Organization عشان يكون فيه مشاريع متواصلة بين السيدات الأعمال البحرينيات والأمريكيات والعالميات خمسة آلاف مشارك توزعوا على خمس عشر ورشة وندوة تدريبية قدمها ثلاثون خبيراً متخصصاً في مجال ريادة الأعمال تعرفوا تعلموا فاكتسبوا خبرات جديدة تؤهلهم لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس على مدار أسبوع تناول رواد الأعمال عدد من المواضيع الهامة والحيوية تبادلوا الخبرات فيها عبر المحاضرات المتنوعة ورشة العمل التدريبية التي تعنى بالدرجة الأولى بقطاع المال والأعمال حول لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر كشفت إحصاءات رسمية صدرت عن ارتفاع إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للمنشأات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر المقدمة من قبل قطاعي المصارف السعودية وشركات التمويل المحلية مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 2019 بوقع 11.6% ليصل إلى أكثر من 113 مليار ريال ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فقد حافظت المصارف السعودية في استحواذها على غالبية التسهيلات المقدمة لتلك المنشآت بواقع 93% بما يعادل 105 مليارات ريال مقابل نحو 7% من تقديمها من قبل شركات التمويل للفترة ذاتها احتلت مصر المركز 114 عالمياً متقدمة ستة مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing Business الذي يصدره البنك الدولي وذكر التقرير أن مصر جاءت ضمن أكثر من 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020 ورصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في أربعة مجالات على رأسها تأسيس الشركات حيث تقدمت مصر 19 مركزاً على مستوى العالم وهذا يوضح أثر جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين النشرة الاقتصادية مشاهدين مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل هواوي تكنولوجيز ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم يطلق هاتفاً قابلاً للطيف في الصين تصدرت إيران قائمة أعلى الدول من حيث معدل التضخم الذي تجاوز نسبة 42% في أكتوبر الجاري ووفق مركز إحصاء إيران تكبدت الأسر القروية الإيرانية عناء ارتفاع التضخم بنحو 46.3% في سبتمبر الماضي وسجلت المأكلات تضخماً بنحو 62% وكانت أسعار مجموعة السلع غير الغذائية والخدمات أكثر من 34% فيما يعتبر أعلى معدل التضخم وصلت لهما إيران على مدار أربع عقود هما 50% عام 1995 ثم 42.7% الشهر الماضي وفقاً لبيانات حكومية وأرقام صندوق النقد الدولي صنف مدعون أمريكيون في منهاتسن بنك خلق التابع للدولة في تركيا على أنه هارب من العدالة بعد رفض الحكومة التركية الرد على اتهامات للبنك بالاتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران في الفترة بين عام 2010 و2015 وقال مدعون بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية ربما يسعى المدعون لفرض عقوبة ازدراء ضده حال فشل البنك في الرد على طلبات حضوره بالمحكمة وأوضح قاضي المقاطعة أنه سينظر في هذا الأمر لكنه قال أنه سيمهل البنك أسبوعين لإعادة النظر في وضعه ارتفع الذهاب لأعلى مستوى في أسبوعين ليتمسك فوق مستوى 1500 دولار للأوقية في الوقت الذي أثارت فيه بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة التوقعات بخفض آخر في الإسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي بينما بلغ البلاديوم ذروة جديدة وتجاوز المعدن الأصفر مستوى 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات في 7 من أغسطس ويعتبر الذهاب استثمار أكثر أمانا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية والآن نترككم مع أبرز مؤشرة الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية ترجمة نانسي قنقر بدأت هواوي تكنولوجيز تلقي طلبات في الصين لشراء هاتفها الذكي القابل للطي الذي طال انتظاره تكثف التسويق في البلاد لتعويض ضعف مبيعاتها عالميا في ظل عقوبات أمريكية وتم تأجيل إطلاق هاتف ميت أكس الذكي الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس مرتين هذا العام إذ تعرضت هواوي ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم لاضطرابات في الإمدادات بسبب إدراج الولايات المتحدة الشركة في قائمتها التجارية السوداء في مايو ترجمة نانسي قنقر